موسيقى موسيقى في اقل من دقيقتين من بداية اللعب وبعده يبدو يهاجموه وحاجة حلوة انه الواحد يجربها في اضامة نمسيس في جزء في خريطة اسمها شو تايم والعجيب في هذا الماب انه محطين علامة فريق التطوير نيفر سوفت في اغلب الماب ولكن لو تطلع خارج الماب راح تلقى تمثال كبير لعلامة فريق التطوير وايضا لو تشوف الخريطة من اعلى شي راح تشوف انه الخريطة بكبرى هي اصنع علامة فريق التطوير نيفر سوفت اللي اشتغلوا على جزء call of duty ghost من اشهر الاسلحة في طور الزومبي هو سلاحة فريقاند ولكن من المعروف انه فقط في طور الزومبي بس في مهمة واحدة ممكن تلعب فيها بالريقاند وهي المهمة الاولى في جزء الخامس ورات ورد ويضا كان اول جزء يظهر فيها الزومبي كل ايه عليك تسويه هو انك اول ما تبدأ المهمة حتلقى اربع بركات قدامه تنقص في كل بركة وفي اخر بركة تنتظر فيها شوية بعدين يطلع لك اربع تمثيل وفي كل تمثال تلقى فيها ريقاند بس ولكن ليش اربع ريقاند؟ عشان في الجزء الخامس كان نمديك تلعب طور القصة مع اربع من اصحابه كل لعن في جزء call of duty black ops 2 كان فيها احد اجمل الاسلحة وهو خراية جوجل ويقول لك وهذا الماب في اي مدينة وفي اي دولة وفين بالضبط بصراحة ضبطينا بصح طيب كيف تير بالمكان؟ لما تستخدم التكتكال انسيرشن راح يبين على الجهاز ارقام والارقام هذه هي احداثات اذا حطتت احداثاتيات في جوجل ماب راح يبين لك مكان الماب وين بالضبط بعطيكم بعض الامثلة مثل خريطة افترمات في اللعبة مكتوب انها في وسط مدينة لاسانجلوس لما تأخذ الاحداثيات تلقى فعلا انها وسط المدينة لاسانجلوس مثال ثاني وجميل في خريطة كارغو في اللعبة يقول لك انه في مينا في سنغفورا ولما تأخذ الاحداثيات تلقى انه فعليا مينا في سنغفورا ومثال أخير خريطة اليمن في اللعبة وكيد راح تعرف وينها بالضبط وهتلقاها أحد الجزر في التابعة لليمن كذا نوصل إلى نهاية المقطع إن شاء الله عجبكم المقطع وإذا أعجبكم لا تنسونا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وإيضا نقلون لنا وش أفضل إيستراك مرة عليك في سلسة كالوف ديوتي وإيضا لا تنسوا تتابعوا الحلقات اللي فاتت حكت 5 الشاو توب 10 كان معكم عمران حاسوي نشوفكم ألف خير ومع السلامة